عليك بالرفق وإياك والعنف والفحشة وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن فما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه فعن عائشة رضي الله عنها أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أسام عليكم فقالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم قال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحشة قالت أولم تسمع ما قالوا قال أولم تسمعي ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فييا مهلا يا عائشة عليك بالرفق والمقام مقام غضب وحق لها أن تغضب فدعت عليهم باللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى فنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله مهلا يا عائشة أي تمهلي يا عائشة وقيل تساب رجلان بحضرة الحسن فقام المسبوب وهو يمسح العرق عن وجهه ويتلو ويتلو قول الله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور فقال الحسن البصري عقلها والله حين ضيعها الجاهلون وشتم رجل أبا ذر الغفاري فقال له أبو ذر يا هذا لا تغرق في شتمنا ودع للصلح موضعا فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه وقال رجل لأبي ذر أيضا أنت الذي نفاك معاوية من الشام لو كان فيك خيرا ما نفاكا فقال يا ابن أخي إن ورائي عقبة كأودا إن نجوت منها لم يضرني ما قلتا وإن لم أنج منها فأنا شر مما قلتا وشتم رجل الشعبي فقال له الشعبي إن كنت صادقا فغفر الله لي وإن كنت كاذبا فغفر الله لك وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور